موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في الإقامة تجدد من سلسلة عصر الحكمة والتي نتحدث فيها عن الكوتشينج كأبرز سمات هذا العصر من منا لا يتمنى أن يكون ثريا من منا لا يتمنى أن يخلو أو تخلو حياته من الديون بل أن يكون متصدقا قادرا متمكنا لديه من المال ما يفيض عن حاجته لا شك أن كلنا نتمنى هذا غير أننا أحيانا لا ندرك أن الثراء ممكن بل قد يكون سهلا حديث اليوم معكم عن صناعة الثراء كثير من أصحاب الأعمال يواجهون تحديات من أبرزها تحدي اتخاذ القرار هل يشتري هذه البضاعة أم لا يشتريها هل يدخل في هذا التعاقد أم لا يدخل فيه هل هذا أفضل من هذا أو أسوأ منه يدرك بعض المعلومات ويدرك بعض المفاهيم ولا شكل خبرة العب دورها لكنه يحتاج إلى من يكون داعما له في اتخاذ قراره يحتاج إلى أن يكون مطمئنا لهذا القرار سعيدا به يحتاج إلى خطة وخطة واضحة ومرضية كثير من الناس يسأل نفسه لماذا لا أصبح ثريا أو كيف أستطيع أن أصبح ثريا مثل فلان بيل جيتس مثلا وللعلم بيل جيتس لديه كوتش بل له كلمة مشهورة يقول لا تخير رجلا ناجحا دون أن يكون له كوتش دعوني أحكي لكم قصة عبد الرحمن عبد الرحمن مثلا رجل ناجح له خبرة طيبة وكبيرة في تجارته شركته لها عدة فروع وكان التحدي الذي يواجهه هو كيف يرفع العائد السنوي من عشرة مليون مثلا ريال إلى لنقول ثلاثين مليون ريال هذا هو التحدي وهو يدرك أن حجم السوق لا يستوعب هذا الانتقال ولا يتحمل هذا الانتقال يدرك أن جزءه أو حصته من السوق لا تسمح له بانتقال إلى ثلاثة أضعاف وبالتالي يحتاج أن يعرف ما هي الوسائل وكيف يستطيع أن يحصل عليها وما هي الخطة حين جلست معه بدأت بالسؤال المعتاد من أنت من أنت لأن الوعي بالذات هو الانطلاق من يصنع الثروة هو أنت وليس أحد آخر ليس مهما حجم السوق وليس مهما هل السوق في نزول أو صعود المهم أنت ماذا تستطيع أن تصنع ما الذي تملكه ما هي قوتك وما هو احتياجك بالضبط وبالتالي من السؤال من أنت استطاع أن يصنع تصورا عن خارطته الفكرية خارطة الفكرية من ناحية القرارات من ناحية الحكم على الأمور والنظر إليها من ناحية نقاط القوة التي يملكها من ناحية طفولته وماضيه كيف صنعه الآن وكيف يساهم في التأثير على قراراته ثم بعد ذلك استخدمنا قوة التخيل وقوة التصور للمستقبل فقلت له ماذا تستطيع أن تفعل بثلاثين مليون لا تستطيع أن تفعله وأنت بعائد سنوي عشر مليون ما الفرق ما الذي سيضيف إلى حياتك إلى علاقاتك ما الذي سيضيف إلى متعتك إلى الجمال في حياتك فحين شعر بمتعة الجمال تحدث قال نعم سأشتري الشيء الفلاني وسأكون بالطريقة الفلانية وسأبني الوقف الفلاني وسيكون لي البيت بالمساحة الفلانية إلى آخرة هذه الأهداف التي قال عنها أو تحدث عنها حولناها إلى مشاريع مشاريع يراها كل يوم وينظر إليها كل يوم بالتالي يستطيع أن يتخيلها ويستطيع أن يتذوقها ويستطيع أن يقول هي موجودة ولكن الأمر متجه إليها هذا مشروعي في عام كذا وكذا وبإذن الله يفتتح في ذلك العام تحولت الأهداف إلى صور حقيقية لما يمكن أن يفعله حين صنعنا الأهداف بهذه القوة سألته ماذا يمكن أن تصنع في وضعك الراهن لتصل لهذه الأهداف فقال لي حسنا أريد أن أعيد هيكلة الشركة أنا لم أقل له هذا الحل هو الذي وصل إليه وهذه قوة الكوتشينغ أنه لا يعطيك الحلول لكن يساعدك في الوصول إليها ومن الحلول الرائعة التي ذكرها سأشتري سنويا وعلى مدى عشر سنوات حصص من الشركة الأساسية في الدولة الفلانية حتى أستحوذ على أسهمها فأوسع العائد السنوي عندي أفكار عظيمة التي نملكها حينما نعطي لعقولنا الفسحة والقدرة والاستمتاع بالتأمل فيما نملكه ونستطيعه هذا هو ما يعنيه الكوتشينغ طرح الأسئلة الصحيحة وبناء الوعي الصحيح من الأمثلة القوية التوازن في الحياة يواجه كثير من رجال الأعمال مشكلة التوازن في الحياة التوازن بين بيته وبين عمله وبين التدين الذي يريده من نفسه وبين صحته وقس على هذا وقد يؤدي الخلل في التوازن إلى فقدان مشاريع أو فقدان فرص كان الأولى أن يستغلها يحتاج أن يتأمل وأن يطرح الأسئلة المناسبة وإذا يحتاج يحتاج إلى من يقف بجانبه ويستمع إليه إنك حين تطرح الأسئلة الجيدة والأسئلة الصحيحة تصل إلى نتائج صحيحة لكن احرص على أن تكون الأسئلة إيجابية إيجابية بالناءة تصب في قلب الهدف وفي قلب الحل وليس في قلب المشكلة لا تفكر كثيرا ولا تطل في دائرة لماذا حدث لي هذا ركز على دائرة كيف أستطيع أن أخرج من المشكلة أو ما هو الحل المقترحة والممكن طرح الأسئلة الصحيحة هو الذي يصنع التغيير الذي تحتاج إليه وهذا ما يصنعه الكوتشنج الكوتشنج صنع الكثير من الأثرياء في العالم والناجحين في العالم ذكرت من الأمثلة عليهم بيل جيتس وأذكر منهم أيضا نيلسون مندلة بيل كلينتون وغيرهم كثير من الناجحين في العالم كان بجانبهم كوتش يطرح عليهم الأسئلة الصحيحة وينصت إليهم بعمق في هذا الموضوع نهتم كثيرا إلى جانب الإنصات الإنصات العميق والتأمل العميق هذا جانب من جوانب عصر الحكمة الذي نتحدث عنه وفي لقاء آخر سنتحدث عن جوانب أخرى مما يميز عصر الحكمة الذي نعيشه إلى ذلك اللقاء بإذن الله كونوا معنا وألقاكم على خير وفي أمان الله اشتركوا في القناة